وفي سياق المتصل قالت الشرطة التركية أن الشاب التي اعتقلت واتهمت بوضع القنبلة التي أدت لتفجير وأدت إلى مقتل ستة أشخاص أمس في اسطنبول تحمل الجنسية السورية وقد اعترفت بالوقاع وأوضحت الشرطة أن المتهمة اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني وتلقت تعليمات في كوباني شمال الشرقي سوريا وقال وزير الداخلية التركيس ليمان سويلو الذي زار مجددا موقع التفجير اليوم أنه تم توقيف ستة وأربعين شخصا حتى الآن غداة الاعتداء في شارع الاستقلال